قبل ما نبدأ الفيلم يا ريتي اشتركوا في قناة فيلم فليكس لو حابين تتفرجوا على ملخصات اكتر ولنق القناة هسيبه لكم تحت في ساندو الوصف بيبدأ فيلمنا في سان فرانسيسكو سنة 1946 وبينكون جوا السجن وبينشوف مساجين جوداد وبيجي لهم جيمس رئيس السجن وبيقول لهم ان هم مش في سجن عادي لان عقاب الشخص الحر اللي بيعمل مشاكل هو ان هم بيبعتوا للسجن الطبيعي اما عقاب الشخص اللي بيعمل مشاكل في السجن هو ان هم بيبعتوه هنا وبنعرف ان السجن اللي هم فيه على بعد ميل من اي يابسة وانه سجن الاخطر المجرمين في البلاد وبيهددهم ان اي شخص مش هيطيع الاوامر هيواجه عقاب صعب جدا وبيعرفوا ان محدش يقدر يهرب لان ده اكتر سجن امان على وجه الارض وان محدش هرب منه قبل كده وبينشوف اللي من ضمن المساجين الجدد وبعد ايام بنشوف مجموعة مساجين بيدربوا نار على الحراس وفعلا بيقدروا يبضوا على شوية حراس منهم وبيهددهم بالسلاح وبيكون من ضمنهم كلارينس وبنشوف مسجون اسمه جو بيهدد الحارس لاكسون وبيقوله يديه مفاتيح الساحة بس في الاول لاكسون بيرفض لحد ما بيقرب جون ويقتله فبيوافق لاكسون وبيديه كل المفاتيح اللي معه بس المسجون بيرن بيجربهم وولا واحد فيهم بيفتح الساحة فبيرجع لجو بيقوله على اللي حصل وساعتها جو بيسأل الحارس مفاتيح الساحة مع مين فبيقوله حارس ان كل حارس فيهم عنده مفاتيح الاماكن اللي تخصه بس ولما جو بيسأل لاكسون تاني فين مفاتيح الساحة بيقوله انها مع المفاتيح اللي ادهاله وساعتها بنرجع تلات اسابيع لورا علشان نفهم كل ده بيحصل ليه وبنشوف حارس السجن لاكسون اللي بيتطمن على وجود المساجين كلهم وتاني يوم بنشوف كلارينس اللي بيأكل وبييجي ليه نجز وبيتعرف عليه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض بس لما نجز بيبدأ يكلم كلارينس بطرقة سيئة بيقدر كلارينس ان هو يضربه وبيكون بيرن شايف اللي بيحصل لحد ما الحراس بيجوا وبياخدوا كلارينس وفعلا بيحطوه في حجز انفراضي وبعد مرور ايام بيخرجوا تاني وبنشوف ان بيرن بييجي ليه وبيعرفوا بنفسه وبيوري صاحبه جو اللي قبل كده سرق بنكين هو وعصابته وبيسأله لو عايز يقبله لان انا عايزين نساعدك وفعلا بيوافق كلارينس وبياب الجو اللي بيعرفه على عصابته اللي بتتكون من مارفن وسام وبيقول ان نجز اللي هو ضربه ايخرج بكرة من المستشفى وانه صاحب نفوز وبيعرفه انه اول ما يرجع السجن ممكن يقول لجماعته عليك وساعتها كله ما يكونوا عايزين يتلوك فبيقول له كلارينس هو عايز منه وبيورد عليه الجو وبيقول له انه هو وعصابته ممكن يحموه بس بشرط واحد وهو انه يديهم ولاقه علشان لو احتجوه في اي حاجة يلقوه فبيوافق كلارينس وبعد ايام بينشوف ان نجز جاي ليه من وراه علشان يقتله فبيجي ليه سام وبينقص كلارينس وبيقت النجز والتاني يوم بينشوف ان بيرن بيسأل كلارينس هو ليه محبوس هنا فبيرد وبيقول انه كان مع صاحبه كليرك في محطة بنزين وانهم كانوا بيسروا محل البنزينة ولكنه فاجأ سمع صدر بنار ولما شاف اللي حصل لها ان صاحبه وقته لحد وهرب وساعتها شهيله هو الجريمة كلها وبعد كده هو راح للسجن عادي ولما هيرب منه لمدة 6 ايام جابوه هنا وبعد كده بيرن بيقول لكلارينس انهم هيهربوا ومحتاجنوا في الخطة فبيوافق كلارينس لانه عقوبته هتنتهي كمان 30 سنة وبالليل بيجيب رئيس السجن كلارينس المكتبه وبيقوله انه هو لحظه مع جوه وعصابته الفترة كبيرة وبيقوله يبعد عنهم احسن لانهم بعد ما يقتفوا خدمتك هيقتلوك وبيعرفوا ان هو اصغر مسجون في السجن وان ده معناه ان هو ممكن يخرج لما يقضي فترة سجنه ويكون انسان جديد اما لو قام السلطات فبيعرفوا ان تابع الدستور ده هيخليك طول عمرك في السجن ولما بيقول كلارينس للعصابة اللي حصل معه بيقول له بيرن ان رئيس السجن بيعملك كويس علشان تفتن على اسرار العصابة وساعتها بيقول له جوه انهم مش عايزينه يكون متردد ويبطع عملية الهروب علشان كده هيختبره النهاردة وبيعرفوا ان فيه شخص مودان ليه بفلوس ومش عايز يرجحها وبيقول له على اسمه واللي بيكون ميكي وبيعرفوا مكان الزنزانة بتاعته وبتكون المهمة هي قتله بدون محد يعرف فبيتصدم كلارينس لانه عمره ما قتل وبالليل بيكون مش عارف يعمل ايه فتاني يوم بينشوف بيرن بيروح لجوه وبيقول له يخلي مورفن او سامي يقومه بعملية القتل وبيكون السبب في ده ان كلارينس لسه شابه عمره ما قتل فبيدأ جوه وبيقول له ان كلارينس وافق وانه هيقتله ميكي علشان يتأكد انه قد مهمة الهروب فبيروح بيرن لكلارينس وبيقول له انه مش عايزه هيقتل شخص لانه لما قتل الاشخاص زمان حسب زنبهم وروحهم بالطرده في كل مكان بس بيقول له كلارينس انه لو ما عملش كده هيخرجه جوه من العصبة وساعتها هيكون بدون حماية ويموت فورا فبيدي بيرن السكين مع انه مش مفق وبيمشي وبيروح لميكي اللي بيكون في الحمام وبييجي لكلارينس وبيكون قرى بيقتله بس بنتفاجئ ان بيرن بيجي وبيقتله مكان كلارينس وبيخليه يهرب وبعد كده بنشوف ان جوه بيجي لبرن وبيسأله لو فعلا كلارينس اللي قتل ميكي فبيقول له بيرن وهو خايف انه اكيد هو اللي قتله فبيعرفه جوه انه بكرة يوم الهروب وفعلا بيحصل مشهد البداية وبيقول بيرن لجوه انه مفيش ولا مفتاح رضي يفتح الساحة فبيدي جوه بيجي بالحراس وبيفضل لاكسون يقول لهم انهما لو قتلوا اي شخص من الحراس هيتعلموا كلهم وده غير انهما حتى لو خرجوا للساحة فباقي الحراسة يخلصوا عليهم وبيكون جوه متوتر وبيروح لقائد السجن اللي بيقول له الحارس بيرجون ان فيما ساجين واخدين حراس رهويا فبيقول له قائد السجن انهما مش هيهربوا مهما حصل وبيقول له يتصل بالجنرال ستيلويل علشان يحضر الجنود وبنرجع لجوه اللي بيقول لكلارنس ياتل لاكسون بس بيرن بيقول له ما يعملش كده وساعتها بيتشقتت كلارنس و لاكسون بوقع منه السلح وبتحصل عركة ما بينهم بس كلارنس بينتصر وبيكبره جوه ويقتله وبعد كده جوه بيقتل باية الحراس وبيشوف ان هو بيقول ان ممكن يكون في خايل ما بينه سرع مفتاح الساحة اللي مع لاكسون وبنرجع للاكسون اللي بيطلع عايش والرصاصة جات بس في كتفه وبيشوف ان في حارس ميت والحارس التاني مصاب جامد وبروح لستلول اللي بيوجه الجنود ازايها تحمل المكان اللي في جوه ويغبضوا عليه هو وعصابته وبتكون الخطة ان هم يرموا قنابل على المكان ويا اما العصابة تجري وساعتها هيكونوا مستنينهم بره ويتلوهم او يا اما هيخلوهم مع قنابل وبرده هيموتوا وبيكون في الوقت ده لسه جوه بيعرف مين الخين وبنشوف ان لاكسون بيحاول يرى مع الحارس المصاب وبنرجع لجوه اللي بيحاق مع كل افراد عصابته وبيفضل الاخير واللي هو كلارنس ولما بيقرب لاكسون يهرب بيكونوا الجنود متمركزين في مكانهم وبيفضل جوه يقول لكلارنس انه بقاله شهرين بس في السجن انما باير جالته بقالهم مع سنين وانه يمكن يكون بيرن خليه يتردد ويخب مفتاح الساحة فبينكر كلارنس كل ده وبيسأله جوه على اجتماعه مع قائد السجن وبعرفه ان ممكن تكون انت اللي قتل على عمالة الهروب فخل الحراس يخبه مفتاح الساحة ولما بيقول له كلارنس ليه هو يعمل كده بيقول له جوه ان ممكن قائد السجن وعده بحكم اقل من 30 سنة لو فتن على العصابة فبيفضل كلارنس يقول له ان كل ده ما حصلش ولما بيهدده جوه بالمسدس بيدفع بيرن عنه وبيهدد جوه بالمسدس بس بنشوف ان سامد رعجه اليمين بيهدد بيرن هو كمان بالمسدس وفي الوقت ده بنشوف الجنرال ستيلول اللي بيومر رجالته يبدأوا في رمي القنابل وفعلا هما بيعملوا كده وبنشوف ان ساعتها بيدرب جوه نار على كلارنس وبيهد البرن جوه وسام بيدرب نار على بيرن وبنشوف ان القنابل بتترمي جنبهم وبيحصل الانفجار ولما بيفهو تاني بينشوف ان كلارنس بيروح لبيرن وبيتطمن عليه بس بينشوف ان بيرن بيموت وبيدلو مفتاح الساحة فبيتفجأ كلارنس وبيسأله ليه كان مع المفتاح طول الفترة دياته وما تكلمش فبيقول له بيرن السبب وهو انه عمل حاجات كتير وحشة في حياته وكان خايف انه لو يدى الجوه المفتاح يغرب هو وعصابته وساعتها يعملوا اعمال جرامية اكتر وبيقول لكلارنس ان هو انسان قويس وبيعرفوا ان هو المفروض ياخد المفتاح ويغرب من السجن علشان يبدأ حياة جديدة بعيدة عن السرق والاتل فبيشكروا كلارنس ولما بيموت بيرن بياخد كلارنس المفتاح وبيخرج للساحة بس بنتفاجئ ان بيرجون مصاب على السلاح وبيقول له الجنرال يقتله بس قائد السجن بيرفض وبيفضلوا يختلفوا مع بعض وبعد كده بيروح لسنة الف تسعمائة وستين وبنعرف ان كل ده تقصة حقيقة وان فيه تلات مساجين بس يدروا يهربوا من السجن من ساعة ما تعمل لحد دلوقتي وان واحد منهم هو كلارنس علشان كده قائد السجن جيمس اعتذر للناس وقال لهم ان السجن بحاجة لخمسة مليون دولار علشان يسدوا بيه مكان الهروب وفي سنة الف تسعمائة تلاتة وسبعين بنشوف كلارنس اللي بيتنقر وبيروح لبيت اخته اللي بنعرف ان اسمها الاس وبتكون فرحانة ان هو جيه وبتسأله لو هو خلص فترة سجنه فبيحاول كلارنس يتغير الموضوع وبيقول لها انهم مبسوط جدا انه شوفها تاني ولما بتقول له الاس انها كانت بتزوره بس الحراس مش بيردوا يدخلها فبيقول لها كلارنس ان هو اللي كان بيقول لهم ان هو مش عايز يروح لحد فبتسأله الاس ليه فبيعرفها كلارنس ان هو ما كانش حابب ان اخته تشوفه وهو مسجون وبيقول له ان هو هيرجع يطمن عليها كل فترة